استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتقنية المعلومات والاتصالات أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية سيد محمد عيل قائد عن تدشين مشروع يهدف إلى نقل البريد الألكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية بالشراكة مع مايكروسوفت من خلال تطوير منصة ألكترونية تضم جميع الجهات الحكومية تحت مظلة وبنية تحتية موحدة تعمل بأحدث وأسرع التقنيات العالمية جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من المسؤولين بالهيئة ومثلين عن شركة مايكروسوفت ومثلين من أكثر من 30 جهة حكومية من مدراء ومسؤولين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات خطوة جريئة تتخذها مملكة البحرين في نقل البريد الإلكتروني إلى السحابة الوطنية مما سيوفر العديد من المزايا الجديدة أهمها إيجاد منصة إلكترونية تضم جميع الجهات الحكومية تحت مظلة وبنية تحتية موحدة قضية التقنية اليوم أمر لا مفرمة البريد الإلكتروني يعتبر عملية مهمة جدا بدل ما يكون عندنا بريد إلكتروني لـ 50 أو 100 جهة حكومية كل واحدة تقوم بعملية إدارة هذا البريد وتصرف التكاليف المتعلقة فيها وكل الأنظمة وتأخذ وقت طويل جدا في تقديمها الهدف من هذا المشروع أن نحن نوحد في منظومة واحدة نقدم ساعة أكبر على الأقل 20 ضعف الساعة المتاحة اليوم بتكلفة توفير في التكلفة لا يقل عن 40% ويصل إلى تقريبا 70% هذه السحابة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد تعمل بأسرع التقنيات العالمية لتخدم هذه الانتقالة النوعية جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بما ينعكس إيجابا على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بطريقة مرنة وموثوقة في الوضع الحالي اليوم في كل جهة عندها خوادم في وزاراتها أنزل إذا بنطبق على الأربعين جهة بنطار نطبق المشروع أربعين مرة بنشتري المنتج أربعين مرة ولكن إذا كان نظام مركز من سهل تطبيق لجراءات الأمنية من ناحية الأولى من ناحية الثانية لاحظنا أن 90% من الوزارات ما عندها نظام كوارث للبريد الإلكتروني هذا طبعا يحرج المسؤولين في حالة أنه عندهم رسائل يردون عليهم فوجود نظام كوارث بيرفع مستوى الأمن من ناحية التوفير مشروع السحابة الوطنية جاء كسابقة في منطقة الوطن العربي تتفرد بها مملكة البحرين وستشهد عدة مراحل انتقالية تتمثل في التعرف على طبيعة عمل الجهة يليها التحقق من الجاهزية للانتقال للسحابة الجديدة ثم البدء بإجراءات الانتقال وتفعيل النظام السحابة الوطنية مشروع يوفر فضاءات أرحب للجهات الحكومية لتتبادل المعلومات والبيانات بطريقة سريعة جدا وبمساحات شاسعة تصل إلى 25 ضعفا من المستخدمات حاليا وهو ما سينعكس على تسريع وطيرة العمل الحكومي وخصوصا أن هذا المشروع سيقلص من الميزانيات التي تعتمدها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة تصل إلى 40% يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين